اشتركوا في القناة اخذنا ايضا تعريف التوحيد عرفنا التوحيد لغته وشارعا وعرفنا نوع التوحيد التلاب وقلنا الاصل في هذه التعريف تضبط كما ذكرت من العلماء ولا تغير فينا شيء نعم وانا المساجد قلنا المساجد اما هذا المساجد المبنية بنيت حتى عبد فيها الله سبحانه وتعالى او المساجد اعضاء السجود فلا يمكن ان تسر السجود بهذه الاعضاء لغير الله الثالث الارض تجعز للارض مسجدا فلا تستطيع ان تسر بمكان الا لله نعم فلا ترعو مع الله احدا نعم احدا نكرا تعم كل احد نبي او ولي او جني او صالح او ملك او شرك اكبر او شرك اصغر كذلك ما تشرك بالله شيئا نعم نعم وانا ان السعادة تكون باشتغال بذن في العبادة السعادة ولكن تقيه والسعيد السعادة لهذه الدنيا تكون بعبادة الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة موالك نعم فلا بد ان تعلم ان خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله فاستغلت بهذا في الدنيا والله سعد في الدنيا وفي القبر وفي الاخر طيب غير هذا نعم واخذنا ان المتجزة الثلاثة المتجزة المدنية وعضاء الهدوء والعرض الضباء بشي زنوطه طيب أو غيره وانا نريد الكل شائك نعم نعم اخي انت انت نعم نعم تعام كل ما يعبد من دون الله واعبدوا معنا واعبدوا هنا أي وحد فكل عبادة في القرآن معناها التوحد طيب غير هذا نعم أخذنا حكم تعلم هذه المسألة يعني وهو الوجود نعم وقال وقال هذا على الدكور فقط أو على الدكور رهينا على الدكور رهينا إذا هذه المسألة تعلم بالكل نعم طيب درس الآن القسم الرابع على ما قسمه والمؤلف والمؤلف رحمه الله تعالى هذا القسم ذكر ما تقدم معنا من حسن التعليم عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بالمسألة بالسؤال عنها بل كان الأئمة كان الأئمة في زمن الشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله يدرس العوام هذه الأصول الثلاثة فيأتي إمام المسجد ويسأل يقول ما ربك ما دينك وإذا عرفت الله وهكذا فهذه طريقة نبوية تكون في تعليم الناس وهذا هو القسم الثالث الرابع على ما قسمنا وذكرنا المؤلف رحمه الله تعالى أجمل في أول كتاب ثم الآن بدأ بالتفسير من يقرأ لنا بسم الله نعم السلام عليكم قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالرهاب رحمه الله إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فإذا قيل لك طريقة نبوية السؤال والإجراء ما الأصول الثلاثة قلنا باختصار أسئلة القول انتهى السؤال الأول بعد هذا الأصول الأول معرفة الرب معرفة الرب سبحانه وتعالى فإذا قيل لك فإذا قيل لك من ربك فقد ربني الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمي هذا التوحيد توحيد الغربية لم ينكر الكفار الذين أبعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفار في توحيد الألغية ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعابدوا ما أعبد فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين إذن هو الرب لا رب غيره ولا إله سوى سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر